سلام المسيح مشاهدينا الأحباء مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة أيضا برحب بكل مشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك مباشر الآن حلقة النهاردة بعنوان كنيسة العابرين والعالم في حلقة النهاردة حنائش موضوع كنيسة العابرين والعالم نشوف كده على الشاشة مواضيع منقشتنا النهاردة الموضوع الأول اللي حنتكلم فيه النهاردة حيكون عن كنيسة العابرين في الجزائر وأهم وآخر الأحداث والتطورات اللي اتكلمنا في الموضوع ده الأسبوع اللي فات بس النهاردة حنتكلم عن التطورات الجديدة وبعدين النقطة اللي بعد كده اللي حنقشها عشان نقدر نتكلم على كنيسة العابرين عايزين نعرف مين هم العابرين بتعريف بسيط كده ونقرب الصورة لجميع المشاهدين وبعدين ما هي الكنيسة دي نقطة مهمة جدا لازم احنا نكون متأكدين ان احنا فهمينها وأيضا موضوع انه في الكنيسة هل الأمر هو فقط عبادة أم كرازة وأخيرا هنتكلم عن رسالة للكنيسة المضطهدة في العالم عموما طيب يعني في الحلقة اللي فاتت في الأسبوع الماضي احنا قدمنا لكم حلقة خاصة عن كنيسة الجزائر في الجزائر الحكومة أغلقت حوالي من 12 ل15 كنيسة وفيه تضارب في موضوع عدد الكنيس لكن اللي نعرفه من المؤمنين اللي موجودين على الأرض انهم من 12 ل15 كنيسة بحجة انه الكنيس دي تجمعات غير رسمية وليست مرخصة وشوفنا البوليس الجزائري وهو بيخرج المصلين بعنف وبيعتدي عليهم وبيعتدي أيضا على بعض القساوسة ومنهم رئيس الطائفة القصة صلاح أيضا اعتادوا عليه بالضرب وشوفنا فيديو هو يعني خارج بيعرج من يعني محاولته لأنه كمان يوقف الهجوم على شعب كنيسته شوفنا ردة فعل الكنيسة حول العالم كله بالصلاة ومطالبة الحكومات وحقوق الإنسان أنهم يقفوا مع الشعب الجزائري والكنيسة الجزائرية والكنيسة البروتستانتية في الجزائر الكنيسة البروتستانتية في الجزائر هي كنيسة العابرين ومن أهم العلامات هذه الكنيسة أنها كنيسة جريئة جدا العابرين فيها ظاهرين حتى ولو كان في بعض المضايقات اللي بتحصل لهم لكن من الواضح أنهم مش بيخافوا أنهم يصرحوا بإيمانهم في الحلقة الماضية احنا ركزنا على أننا نصلي من أجل الكنيسة وننادي أن الجميع يتحد من أجل الصلاة لكنيسة الجزائر كما أن كنيسة الجزائر كانت تصلي في الوقت ده ومازالت تصلي وهو ده الدور الرئيسي لنا كمؤمنين أن احنا نصلي وناخد الإرشاد من الله ونتحرك تحت غطى عمل الله مش أفكار إنسانية في الحلقة دي بقى هنبص على بعض الأحداث الجديدة وكمان الأسباب اللي هي يعني ورى ما حدث في الجزائر وأيضا كنائس العابرين حول العالم كله في الحلقة اللي فاتت احنا ركزنا على أنه العابرين اللي كانوا موجودين معنا على الحلقة يتكلموا عن مشاعرهم وعن الكنيسة ونصلي وكل ده لكن المرة دي بقى أنا عايزة يعني أبص شوية على إيه وراء الأحداث دي إيه الدوافع بطريقة بسيطة يعني أنا مش هدخل في تفاصيل كتير لكن أخليني أقول لكم اللي حاصل النهاردة في أو الأسبوع الماضي كله واليوم في الجزائر وصلتني رسالة من القصة نور الدين اللي كان معنا في الأسبوع شرفنا في الأسبوع الماضي وهو قصة أو راعي كنيسة ينبوع الحياة بيقول إحنا بناثق في عمل الرب وبيطلب طلبة صلاة من أجل أنه هيكون هناك مقابلة بين وزير الداخلية والهيئات المنظمة للشؤون الدينية وأنه يعني ده اللي سهيتحدد في المستقبل بس المهم إن إحنا نرفع المقابلات دي في الصلاة ونصلي من أجل السلام بين جميع الأطراف المشتركة وبيقول كده رسالة مهمة قوي إن إحنا نسمعها بيقول كده القصة نور الدين إنه كنيستنا تزعج عدو الخير ولكن النصرة من الرب والنصرة للرب فإحنا خلينا نقف ونصلي قبل ما أكمل معاكم بقية الأحداث نقول لك رب إحنا بنشكرك لأنه فعلا أنت من تدافع عن أبنائك أنت من تفتح ولا أحد يغلق وأنت يا رب من تتكلم يا رب بالسلام في وسط هذه الاجتماعات وأنت من تتكلم بالحق في وسط هذه الاجتماعات وأنت يا رب من تعلن خلاصك للمجتمعين جميعا يا رب وإنه أنت اللي تلمس كل مسؤول بيتقابلوا مع أعضاء الكنيسة أنك تلمسوا بخلاصك وبغفرانك وبرحمتك وبمحبتك يا رب أغضق على شعب الجزائر بخلاص يا رب المئات الألاف والملايين من شعبك في اسم يسوع آمين أيضا في الأسبوع الماضي استمر الإخوة في تنظيم وقفات سلمية شفناها يعني بصورة بسيطة جدا زي اللي حصل وشفناها قبل كده مسكين اليفطات مسكين المطالباتهم في إيديهم بيصلوا ووقفين بهدوء بيرنموا بيسبحوا بيطلبوا فيها بفتح الكنائس وتقننها في نفس الوقت استمر القادة في محاولاتهم للعمل مع القطاعات الحكومية كلها المسؤولة والتفاوض على إخراج الإخوة اللي محبوسين لكن الأهم بقى واللي أنا عايزة أشجعكم بالنهار ده إنهم استمروا في الصلاة والاجتماع ككنيسة واحدة الصلاة حتى أمام كنيسهم المقفولة خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده ونشوف القصة صلاح وهو بيختم صلاة في اجتماع أنا سمعت إنه تقدروا تحطوا الفيديو وأنا بتكلم أنا سمعت إنه يعني الأسس قالوا إحنا كنا بنعمل اجتماع واحد دلوقتي نعمل اجتماع كل يوم هنصلي كل يوم وهنبارك الشعب كل يوم وهنجتمع كل يوم يا رب أنا قلبي مع أخواتي برفع أمامك هذه الصلاة إنك أنت يا رب في اسم يسوع تعلن حقك على الجزائر وخلاصك لأولادك القصة لح بيصلي وإحنا شايفين إنه وراء المصلين والمسبحين ويعني اجتماع إخوة واجتماع جسد الرب الذي لا يحد بمبنى مش يعني الحيطان ما تحدش اجتماعاتنا وما توقفش صلواتنا وده مشهد واحد لكنيسة من كنائس العابرين اللي بتقف أمام العالم وتعطي مجدا للرب شوفوا أنا قلت إنه حلقة النهاردة اسمها كنيسة العابرين والعالم لازم نعرف إنه لما الرب قال أنتم لستم من هذا العالم إحنا عارفين إنه العالم بيقف ضدنا لأنه يقف ضد المسيح والنهاردة شايفين المشهد ده لكن العابرين يقفوا بسلام الرب يسوع ليبركوا الجميع ويسبحوا الرب ويقوموا بالدور اللي عدوهم ليه الرب في العالم كله مش بس كنيسة الجزائر المشهد ده بالذات فكرني بمشهد في سفر أعمال الرسل وأنا هقرلكم المشهد ده من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل بطريقة مباشرة كده عايزكم يعني أصبروا معايا وشوفوا كده المشهد اللي حاصل ده شفناه على الأرض ولا لأ أو بيتكرر على الأرض ولا لأ النهاردة في كنائس كثيرة جدا بطرس ويحنى قاموا بشفاء راجل مريد ووقفوا بيخاطبوا الشعب لكن لما بيقول كده الكتاب في سفر أعمال الرسل صحاح الرابع بيقول وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهم الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعلمهم الشعب وندأهم في يسوع بالقيامة من الأموات فألقوا عليهم الأياد ووضعهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة ألاف أنا بقول لكم النهاردة إن كتير من اللي شافوا هذا الاتهاد في اسم يسوع يأتوا لخلاص ومعرفة المسيح ويسألوا مين اللي يستاهل إني أقفله كده مين اللي يستاهل إني أجاهر بمحبته بالشكل ده هو يسوع المخلص وحده وما فيش حد غيره نكمل المشهد ده اللي انتوا شفتوه زي ما هو بيتحقق على الأرض هنا كان في بداية الكنيسة الأولى بيقولوا كده وحدث في الغد إن رؤساءهم وشيخهم وكتباتهم اجتمعوا إلى أرشاليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنة والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة أنا عايز أقول لكم حاجة إن الكهنة في الوقت ده ما كانوش يختلفوا عن رؤساء البلديات ولا الحكومات اللي احنا بنواجهها النهار ده ما يختلفوش كتير الجميع لا يعرف لا يعرف يسوع المسيح ولا يقبله مخلص كلهم مش فاهمين كلهم مش عارفين من هو الإله الحقيقي ولما أقموهم في الوسط اللي هو بوترس ويوحنة جعلوا يسألونهما بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا حينئذ امتلأ بوترس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل وإن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل إنه بإسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذلك وقف هذا أمامكم صحيحا إذا كنتم وقفين بلغاتنا النهاردة إذا كنتوا وقفين بتتعجبوا من المعجزات والرؤى والأحلام والعجائب والشفاء الذي يحدث داخل الكنيسة اللي بيغير الملايين من البشر النهاردة إحنا عايزين نقول لكم إن إحنا مش خايفين نقول لكم الحقيقة الحقيقة إنه فقط بيسوع المسيح الناصري شافي القلوب وشافي الأرواح نفعل هذا بإسمه فقط بإسمه نقف ولا نخاف ونتكلم ونتكلم كلمات الحق عشان كده المشهد ده لسه موجود على أرض كنيسة الجزائر فالرؤساء بقى بيقول لما رأوا مجهارة بطرس وإحنا وجدوا إنهم إنسانين عديمة العلم وعاميين يعني ناس بوسطة اتعجبوا فعرفوهما إنهما كان مع يسوع ولكن إذ نظروا الإنسان الذي يشوفه واقفا معهم لم يكن لهم شيء ينقدون به يعني إنتوا شايفين إن إحنا ناس بوسطة وما حلتناش حاجة نقولها ولا علم ولا أي حاجة لكن الروح القدس اللي موجود في وسط شعبه والروح القدس اللي بيتكلم من خلال العابرين في كل مكان في العالم النهار ده هو اللي بيتكلم مش إحنا عمل الله الظاهر فينا هو اللي بيتكلم مش إحنا وده برضو نفس المشهد اللي شفناه في الآخر يعني قالوا كده علشان ما تشيعش الفكرة أكتر لنهددهما وتهديدا أن لا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الإسم فدعهما وأوصاهما أن لا ينطق البت ولا يعلم بإسم يسوع فأجابهم بوترس ويحنى وقال إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكتر من الله فحكموا هنسمع لكم ته ولا نسمع لله لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما ورأينا وسمعنا وبعدما هددهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبوهم بسبب الشعب أنا عايز أقول لكم حاجة النهاردة الكثيرين من العابرين والعابرات بيقفوا أمام محاكم بيقفوا أمام أهلهم بيقفوا أمام حكومات بيقفوا أمام كنائسهم ليسألوا أنهم ما يتكلموش عن يسوع المسيح طب هنسيبكوا بس ما تتكلموش لكن هل ندبع الحق وندبع ونفعل ما يقوله الله أم البشر هل نكرز باسمه كما علمنا أم نسمع للبشر ده سؤال كل عابر يسأله لنفسه كمان وكل عابرة تسأله لنفسها لأن إحنا مسؤولين عن أننا نشهد بالحق ليسوع المسيح حتى ولو قفنا قدام سلطان يتجبر علينا شوفوا بقى بطرس ويحنى بعد كده عملوا لما أطلقه أتي إلى رفقائهما وأخبرهم بكل مقال لهما رأساء الكهنة والشيوخ فلما سامعوا رفعوا بنفسه واحد صوت إلى الله وقالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعب بالباطل قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبلاطس البنتي مع أمم وشعوب إسرائيل اللي يفعله كل ما سبقت فعينت يدك ومشهوراتك أن يكون اللي عملوه واللي بيعملوه النهاردة اللي عملوه في المسيح الله عينه وسببه حتى يكون للكنيسة خلاص حتى يكون لينا خلاص إحنا شعب الرب والنهاردة هذا الاضطهاد اللي وقع على سيدنا يقع علينا يقع علينا يا أخواتي ولكن نقف ونقول يا رب ليكون كل المجد يعطى المجد ليك أنت مش لينا إحنا وبيقول بعد كده ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة النهاردة بقول نداء للعابرين والعابرات في الجزائر في المغرب في تونس في مصر في اليمن في العراق في سوريا في لبنان في كل بلد من العالم العربي والعالم الغربي اجتمعوا بنفس واحدة وصلوا بنفس واحدة حتى وانتم مش مع بعض اعرفوا إنه الرابط بنا هو الروح القدس والله العامل فينا والخلفيات اللي احنا جينا منها بتربط بنا علشان نكون شهادة لأهلنا حتى في وسط الضيق شايفين التقابل في المشهد ده؟ النهاردة عايزة أقول إنه يعني نفس المشهد اتكرر في الجزائر دي كتك الكنيسة الأولى لكن نفس المشهد بيتكرر النهاردة مش بس في الجزائر زي ما قلنا لكن في أنحاء العالم أجمع اللي شفناه أمام الشاشات ده موقف كتابي ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل ولا نخاف من من يقتلون الجفد بل نبارك من يقف ضدنا ويؤذينا ونسعى لأن تصل كلمة الله للجميع وأيضا نواجه بكلمات الحق اللي هي كلمات الرب يسوع في الأسبوع الماضي قدمت لكم نداء من القصة صلاح رئيس الطائفة البروتستانتية والنهاردة حابة أشارككم باللي هو نشره عن تطورات الوضع وطلبات الصلاة حتى نستمر أننا نصلي مع الكنيسة ونصلي مع إخواتنا في الجزائر بنفس واحدة كما يقول الكتاب خلينا نشوف الفيديو القادم وأنا سأرى لكم هي الرسالة بالفرنسية لكن أنا سأرى لكم الرسالة بالعربي اسمي صلاح شلاح وأنا القصة للكنيسة الإنجلية في تيزيوزو رئيس الكنيسة الإنجلية الجزائرية ديرت وطو الصوت شوية من خلال هذا التسجيل الصوتي أود أن أعلمكم مؤكد لكم أن مؤسستنا أو كنيستنا البروتستانتية الجزائرية قانونية وموثقة منذ عام 1974 وحتى يومنا هذا هي تتبع القانون الجزائري الديمقراطي والعالمي البعض يتساءل عن وضعان القانوني كمجتمع وكنيسة محلية تابعة للكنيسة البروتستانتية الجزائرية ولكني أؤكد لكم أننا نعمل بحسب القانون منذ أكثر من 20 سنة توافقا مع الدولة والمجتمع المدني والكنيسة البروتستانتية الجزائرية مؤلفة من 46 مجتمع منتشرة في جميع أنحاء البلاد في العامين المنصرمين بدأت الحكومة الجزائرية تنتقد حركتنا وبأننا لسنا مرخصين وبأنه منذ السادس من مارس 2016 نحن مطالبون بأن نمضي وثائق وتلبات غير واضحة ولم يفسروا لنا حتى كيف ولماذا وماذا علينا اتباعه للقيام بما يطلبون مننا وهذه الوثائق لا تعطينا الإجابة أو الوعد إن كنا سنأخذ الموافقة أو الرفض للتصريح هذا القانون يعطي للوالي أو رئيس البلدية الحق في أن يظن أو يفعل ما يشاء بحسب تقديره للوضع والسؤال هنا هو ما الذي يضمن لنا المصدقية في قراراتهم سأعطيكم مثل لما حصل لنا مع والي دورون في شهر أكتوبر من عام 2018 عندما أمر بإقفال ثلاثة كنائس على أراضيه ومنذ بعد ستة أشهر سمح لهم بأن يعاودوا نشاطهم في ممارسة العبادة بدون أن يغير أي شيء في وضعهم أي أنه لم يقل بأي إجراءات قانونية يعني أفل وفتح من غير أي إجناءات قانونية منذ 2006 ونحن الكنيسة البرتستانتية نقوم بتقديم طلبات للسلطة ووزارة الشؤون الدينية والبلدية طالبين الترخيص والوضوح في مطالبهم وفي كل مرة يعيدون لنا الطلبات دون اطلاع عليها متحججين أنه ليس لديهم النص القانوني بعد وهذا الحال يتكرر حتى يومنا هذا كل ما طلبنا منهم أن يشرحوا لنا ماذا يريدون منا من مستندات لنقدمها لهم وسؤالنا أهلهم لماذا يستهدفون الكنائس البرتستانتية خاصة بالرغم من أننا نتبع نفس الإجراءات التي يقوم بها الكنائس الكاثوليكية كما أننا نسألهم لماذا يقفلوا جميع الكنائس المختلفة لماذا لم يقفلوا جميع الكنائس المختلفة وسؤالي الأخير لماذا الآن وهم يعرفون أن البلاد تمر بأزمة صعبة أريد أخيرا أن أعلنكم بأن إقفال هذه الكنائس تمنع حوالي 4000 مؤمن من أن يمارسوا عبادتهم المسيحية ونتمنى عليكم أن تجدوا لنا حلا لوضعنا هذا في أسرع وقت شكرا لكم جميعا للوقوف معنا من أجل المطالبة في استرجاع حريتنا وحقنا في العبادة وليبارككم الرب الرسالة واضحة أنا حبيت أن أقرأ لكم الرسالة دي بالتفصيل لأن فيها رد على كل من يقول أن الكنائس غير مقننة يعني أنا عايزة أقول حاجة نحن نعلم البيروقراطية اللي بتمر بها كل بلادنا العربية لكن البيروقراطية في أمور الحياة اليومية اللي تعودنا عليها دي شيء وما يحدث الآن في تقنين الكنائس هو زي بالضبط مثلا ما كان بيحصل في مصر من أنه الكنائس تفضل أربعين سنة تطلب تصريح دورة المية الحمام الكنائس تقعد أربعين سنة تطلب تصريح بترميم جدار الأصل في هذا أنه مش مسموح ترممه مش مسموح تبنه مش مسموح تتعبده مش مسموح أنكم تختاره فدي مش بيروقراطية ده إسلام بس خلينا نصلي من أجل الجزائر والعابرين الجزائرين بنقولك رب مع أخوتنا أنت سراجي يا رب أنت تنير ظلمتي لأني بك اقتحمت جيشا بإلهي تصورت أسوارا الله طريقه كامل وقوله نقي ترسن هو لجميع المحتمين به يا رب بنرفع أخوتنا أمامك في اسم يسوع بنقولك حصنهم عضدهم شجعهم وقف معهم يا رب واجعلهم شهادة لمجد اسمك في كل وقت في اسم يسوع زي ما قلنا اللي حصل في كنيست الجزائر بيحصل بأشكال مختلفة مع الكنائس في مناطق أخرى كثيرة في العالم كله لكن جدوره إيه؟ أسبابه إيه؟ في المنطقة العربية السبب الرئيسي هو الإسلام يعني خليني أقف عند الحتة دي وأقول أنه لما بقول أنه الاضطهاد بيقع على الكنيسة في العالم كله أنا أسمع يعني أنتم عارفين أنه في الصين مثلا في اضطهاد كبير للكنيسة في كوريا في اضطهاد كبير للكنيسة في باكستان في اضطهاد كبير للكنيسة في أسباب مختلفة أسباب سياسية أسباب دينية لكن نتكلم عن المنطقة الإسلامية والعالم الإسلامي في منطقتنا السبب الرئيسي هو الإسلام ثقافته، تعليمه، أدواته كلها هذه الأدوات الإسلام بيستخدم كل الأدوات المتاحة للسيطرة على عقول وحياة البشر الواقعين تحت سيطرته من عصر محمد إلى الآن فشوفوا يعني نشوف السلايد اللي جاي ده المسؤول الحكومي في الجزائر بيقول إيه؟ بيقول أغلقنا 49 ذريبة ومستودع غير مراقص لممارسة التقوس المسيحية يعني اسمحوا لي بس يعني عايزة أقف أعلق على التعبير اللي هو قاله ده وتعليقات الناس عليه فده طلع على قناة أو في جريدة وقال إن إحنا أغلقنا 94 ذريبة ومستودع غير مراقص لممارسة التقوس المسيحية فالناس بتقوله يعني مش عايب تقول كده على الكنائي الزريبة حتى لو كان يعني ممكن تقول مبنى غير مراقص لكن إيه ذريبة ومستودع الكلام ده على فكرة يعني مش هو اللي هنقف عنده عشان نزعل عليه إحنا مش زعلانين منك وغفرين لك في اسم يسوع المسيح كلنا غفرين لكم ما فيش مشكلة إلهنا نفسه ما استكبرش إنه يولد في مغارة ويوضع في مزود بقر مش مهم لأنه الشكليات متهمناش ولكن قلب الإنسان هو ما يهم لكن اللي إحنا شايفينه هنا إنه الشخص ده بيتكلم بالوضع الإسلام في قلبه اللي وضعوا الإسلام في قلبه ردود الناس بقى وتبريرات المسلمين أصل المسيحيين بيمرسوا الشعائر الدينية في أماكن بيربوا فيها الفراح والبهايم طب إنتوا شفتوا ده في الكنائس اللي بتتقفل يعني شفتوا ده حصل في الكنائس اللي على الملأ اتقفلت كان فيها فراح بهايم خرفان يعني أنا مش عارف خلينا نشوف الفيديو اللي جاي اللي بيوريكوا افتراء الحكومة على الكنائس دي اللي هي يعني منها الكنائس اللي بقى لها أكتر من 20 سنة مفتوحة ومباني فخمة ونظيفة وجميلة وما فيهاش أي حاجة وما فيهاش لا بهايم ولا أي حاجة ما شفناش أي بهايم ولا فراح فكان قصده الإهانة لأنه المواقع اللي بتحدث فيها العبادة المسيحية بالنسبة للمسلمين نجاسة ده اللي بيقولوه لازم تتقفل لازم تنتهي نشوف كده الفيديو شوفوا الكنائس دول بس الكنائس اللي تقفلوا أنا مش شايفة فراخ أنا شايفة مبنى جميل وناس محترمة هو فبتتعبد ويعني أنا مش عارفة زريبة إيه دي اللي بالكبر ده يعني شوفوا اللي عايز يشتم والعايز يبرر العمل ويكون عنده الجراءة ويقول لا ده ضد القانون احنا مش عايزينه خلي عندكم الجراءة وقولوا ان ده ضد الإسلام وإحنا مش عايزينه ليه بتعملوا الحاجة وتتلزقوا يعني تقول لا أصل ما كانش قصده وبعدين ايه موضوع 94 ده ولا 49 كنيسة قفلتوها هو ده اللي انتو بتعدوا لي ده الإعداد يعني أولا القصة صلاح قال انه فيه 46 كنيسة فهو انتو بتعدوا انكم عايزين تقفلوا ده ولا ايه ولا بتخوفوا الناس عايزين تهددو تهديد ارهاب ده كذب ولا دي رؤيتكو الحقيقية يعني انت بتشوه فكر مجتمع بحاله الشيوخ بقى والفجاجة التصريحات اللي بي يعني بيصرحوا بيها عن انه الكنائس كذا والكنائس كذا وده لازم يتقفل وده واجب وشرع ومش عارف ايه ف دي غلطة الشيوخ ولا غلطة الحكومة ولا على الاصل الاصل دور بقى ارجع بقى الاصل المصري اقول لكم على الاصل دور عارفين الغلطة منين من محمد من من اصل الاسلام من تعليمه من اخرجه اليهود والنصارى من هنا هي جات من هنا اكي فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده واسمعوا كده الشيخ ده اولا الفيديو كامل موجود على صفحة المرأة المسلمة لكن اسمعوا كده الشيخ ده بيقول لي تفضل غلق الكنائس واجب بالكتاب والسنة واجماع الصحابة ولا نفرق بين كنيسة رسمية وكنسة غير رسمية هذا حكم الشارع اجمع علماء الاسلام كما اتفق اصحاب المذاهب الاربعة انه اي ما كنيسة بنيت بعد الفتح الاسلامي فانها تهدم اصلا الكنائس بيوت الشيطان ليست بيوت الله هذه بلاد الاسلام فتحها المسلمون طيب شفتوا ازاي غلق الكنائس واجب بالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحابة عارفين ليه بإجماع الصحابة علشان الصحابة مش بس محمد يعني اللي عملها هو وصى انه تخرجوا كل اليهود والنصارى مش كده لكن بعد كده عمر عمل ايه عمر ادى العهد العمرية مش كده مش كده شوفوا الحديث ده عن ابي هريرة وعن رسول الله بيقول كده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بيه احد من هذه الامة يهودي يقول له قال ولا نصراني ولم يؤمن بي او بالذي أرسلته إلا كان من اصحاب النار تهديد إذا انتم ما أمنتوش انتم هتبقوا من اصحاب النار ما عندكوش اختيار تاني وبس بقى يقول ايه ده اجماع بالسنة ومش عارف ايه والصحابة وكلم بقى هو بعد كده قال لك عمر وده وده وكل القرارات ومش مسموح لكم انكم تبنوا او انكم ترمموا لا بالعكس ده انتم لازم تهدموها تهدموا الكنيس ده الاسلام وبيقول لك مفيش فرق بين كنيسة رسمية او غير رسمية هو كله لازم ما يكونش موجود هذا حكم الشرع انا بقوله كلامه وان بيقول كده الكنائس بيوت الشيطان طب انا عايزة اسأل حضرتك انا خدت الحتة دي بالذات لانها الحقيقة يعني وقفتني شوي على اي اساس بتقول ان الكنائس بيوت الشيطان حط الجامع جنب الكنيسة وخد وعزة الجامع وخد وعزة الكنيسة مان الذي يدعو للقتل والهلاك والارهاب والتقصير في حقوق الناس وكل ده في الجامع ولا في الكنيسة مان الذي يدعو بالبركة ومحبة الاخرين والغفران والسلام والخلاص والمحبة والله محبة الكنيسة اذا فين بيت الشيطان هنا كلام الشيطان الموجود في القرآن هو ما يقرأ في الجوامع اللي بتكتب لي كل يوم مثلا على الفيسبوك عشان احنا بنقول انه يعني اللي بيحصل ده غلط او انه ابحث اذا كان القرآن ده اصله صح ولا اصله غلط وابحث عن الله الحقيقي فيقولولي بقى انه تقطع الاوصال ومش عارف ايه وده ده جزاء اللذين كفروا التكفير مين اللي بيتكلم هنا ده شطان ولا ده اله وروح الكنيسة وشوف اللي بيتكلم ده شطان ولا اله شوف كده الناس وهي خارجة من الكنيسة بتهلل وتسبح وفرحانة وتبارك الاخرين والتانيين خارجين يعني يعني مش عارفين مش طيقين نفسهم مين اللي بيخرج بعد خطبة الجمعة يروح يقتله اتنين ثلاثة في القرية ولا يعني يا جماعة خلي يعني عندنا شوية تمييز روحي وبعدين يقول بمنتهى الجراءة هذه بلاد الاسلام فتحها المسلمون تقصد اغتصبها المسلمون هي ليست بلاد الاسلام لكنها بلاد الله والسكان الاصليين اذا كان في المغرب ولا الجزائر ولا مصر كانوا السكان الاصليين مسحيين فهي مش بلاد الاسلام هي بلاد المسيح وتعود للمسيح في اسم المسيح خليني اخد مكالمة الاخ جرجس اهلا بيك اخ جرجس اتفضل سلام يا ربك سلام ونعم ونحفظ عليك وبركة اشتخدمك لمجز وفتس شكرا انا بس عايز اقول لوزير دخليتك ازايش اللي بيوز اغلق من 49 واربعين زريب في الجزائر المسيحيين هذا بس عايز اقول له حاجة بسيطة فرنسا المسيحية تعمرت الجزائر وبلاد المغرب العربي وبلاد الشام 130 سنة هل فرنسا عمل ازاي ما انته عملته اللي هي الثلاث اختيارات للإسلام للجزية للقتر حصلش محدش ارغمك ابدا بالقوة يعني كان فين كان في جيش طوبي جدا موجود يعني فين كان ترغمكم بالعافية زي ما انته عملته انكم يتقبلوا المسيحية يتقتلوا ما حصلش بالعكس الدول المسيحية كانت بتحمي المساكل كل دول المسيحية في العالم كله بتصنع لقناة المساكل وابتحميها انت عندك وقتة هالإسلام ضعيف لآذي الدرجة يدرك ان بضعة آلاف مثلا في الجزائر هيقدروا يهزوا ملايين الجزائرين المسيحين او المغربة او التوانسة او اي ملاس اسلامية في فاكستان او غير معنا ان اسلام بتاعف ضعيف جدا بيضعف من وجود الناس مؤمنين بيتكلم باسم المسيح خفيل ليه دوانت اسلام بقول خفيل ليه مش عارف وبعدين الاخر اللي بيقول ان الشرع بيقول الكنائس بيوت الشرع ده مش قال القرآن ان فيه هاي بتقول لولا دفع الله لهدمت معابد وكنائس ولا تسجر فيه اش بالله كثيرا يا بانت احبار مش فاهم بس 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 يا اخي بول اخونا بول اسمعني اسمعني ام ساري اخونا جرج اسمع لش بلاش نغلط فيهم هم غلطين احنا نغلط انا اعظم انا افهم بقول اخونا مش عظي انا انا اعظم مش خاهم مش خاهم دينه حتى يعني ما هو بس هذا الدين ازاي طيب بس شوف هو يعني كل واحد الكتاب يقول انه من فضلة القلب يتكلم اللسان فاحنا فاحنا فاهمين لكن احنا نبارك ومع ذلك نتكلم ونقول الحق زي اللي بنعمله النهر ده فكون ان حد يجبرك انك تكون تعتنق دين دين ما هيش موجودة في المسيحية ابدا لانه المسيحية حياة مع المسيح مركزها المسيح ربي باركك ويستخدمك شكرا على تعليقك شكرا في تعليق على الفيسبوك يعني واحد اعتقد انه شخص مسيحي بيقول كده لمجال البروتستانت في الجزائر اعتقد انه احنا في الكنيسة يعني يعني انا عايز اقول حاجة الكنيسة يجب انها تقف وتفحص التعليم في موضوع الفرق بين الطوايف والنهارده اما اخة او اخت لانهم بروتستانت وقفين في يعني في مركز اضطهاد فيقول واحد مسيحي كده انه لمجال لهم لانهم لا يتفقوا معايا في الطائفة اعتقد انه لازم يكون في حالة من التوبة لان اللي انت بتتكلم عنه ده بيرفع اسم المسيح وبيكرز باسم المسيح ويراق دمه من اجل المسيح المسألة مش بروتستانت وكاتوليك وارتودوكس عشان كده المسلمين بيستخدموا دي ضدنا وبيخلوا الكنيسة الكاتوليكية ما هيش مالموسة علشان يضربوا الكنيسة البروتستانتية فنضرب احنا في بعض لكن احنا باسم يسوع المسيح لن نقف في هذا يعني الطابور ده مش بتاعنا احنا العابرين النهاردة بنقول باسم يسوع المسيح ان احنا نقف لنساند كلمة الحق ونساند بعدنا بعض ونساند الكنيسة باكملها طيب الاستاذ الشيخ ده بقى بيقولك ايه يعني من ساند المرتدين حكمه حكمهم هو كافر خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده السلايد اللي جاي ده كان يعني يوضع مثلا من حوالي اسبوع لما المسلمين خرجوا يدقوا النواقيس والهون ده اللي بنقول علي بالمصري كده يدقوها علشان يعني يعملوا وقفة مع اخوتهم المسيحيين ويقولوا ما تقفلوش الكنيس فواحد طالع يقول لهم ان اذا انتم وقفتوا معاهم فانتم زيكم زيهم انتم كفار وقال تعالى المهم يعني انتم ما تتفقوش معهم انا مش قادر اشوف السلايد لكن المسألة هنا ان الاسلام بيخنق بارقة الانسانية الموجودة في البشر اي بارقة للانسانية موجودة في البشر بيخنقها الاسلام لينا بقدم لكم يعني المثل ده لان الاسلام هو احد الادوات الاساسية النهاردة اللي بيستخدمها الشيطان ضد جسد الرب واليوم احنا بنشوف ونختبر ان المسلمين بيخرجوا من هذا الدين افواجا في اسم يسوع مش العكس وان العمي بيرو والمرضى بيشفو ويعطوا حياة وان الرب بيتلامس مع احباؤه لينضم كل يوم الى الكنيسة عابرين جدد زي بالزبط في بداية الكنيسة غالني اقول انه يعني حلقة النهاردة هي هتكون متابعة لسلسلة من الحلقة السلسلة من الحلقات تخص العابرين زي ما انا عودتكم كل فترة بعمل حلقة عن يعني تتلامس مع حياة العابرين لانه لاني عابرة ولانه قناة الحياة هي قناة العابرين معظم القيادات في قناة الحياة ويعني ايضا قلت قبل كده انه حتى الاخوة المسيحيين اللي موجودين معانا هم ايضا يعني عابرين بالجنسية جنسناهم مين هما بقى العابرين دي انا يعني النهاردة على قلبي احط تعريف كده على قد يعني حاجة انا شعرة بيها من قلبي مين العابرين دول الناس دايما بتسأل يعني ايه عابر او او حد ييجي للمسيح فيقولونه انت بقيت عابر فيقولهم يعني ايه محناش هنا لكن خليني اقول كده ايه ايه هما مين هما العابرين ده تعريف بسيط ليهم يعني التسمية دي تسمية اطلقتها علينا الكنيسة مثلا كانوا الاول يقولوا ده متنصر وبعدين احنا قلنا لا خليها منتصر وبعدين قالوا علينا عابرين العالم بيعرفنا بعد التسميات من الكنيسة الشرقية الى الكنيسة الغربية في تسميات مختلفة مثلا يقولوا علينا مؤمنين من خلفية اسلامية او من الحذيرة الاخرى يعني او حتة من الحذيرة الاخرى او من الكرة البعيدة مثلا الحذيرة الاخرى في انجيل يحن المسيح بيقول ولي خراف اخر ليست من هذه الحذيرة ينبغي ان قاتي بتلك ايضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد وهنا اخواتي انا بكلمك هو الاخوة داخل الكنيسة المسيح بيقول انه هي حذيرة اخرى بس الاتنين حذيرة هم واحد وبعدين هنيجي ونبقى واحد مع بعض لازم نتحد مع بعض لانه الراعي واحد المسيح فقط في كلمة عابر بقى هي الكلمة الاشهر عابر بتيجي بمعنين من معانيها العبور عبر من مكان لمكان او من حالة الى حالة فزي ما الكتاب بيقول كده انا كنت اعمى والان ابصر انا كنت زي ما الاعمى اللي شفا المسيح قال انا انا ما عرفش مين اللي شفاني لكن انا كنت اعمى والان ابصر وبعدين شاف وعرف انه المسيح وعرف انه ابن الله فاحنا بالنسبة لنا كعابرين عارفين ان احنا عبرنا من الظلمة الى النور خرجنا من ظلمات الاسلام الى معرفة الحق ونور المسيح والحياة المكشوفة الظاهرة ما بقاش دلوقت العابرين يستخبوا لا العابرين عايزين يخرجوا وعايزين يتكلموا وعايزين يعبروا عن محبتهم المسيح وعايزين يكرزوا باسم يسوى المسيح فعابر ممكن تبقى من مكان لمكان من حالة لحالة ولكن في معنى اخر يعني من احد مشتقات عبور او عابر هو بيتكلموا كده عنها في المعجب انه عابر من التعبير من عبر عبرة عبر تعبير يعني من احدى المشتقات بتاعتها انا عايزة اقف عند الصورة دي لو لو انت عايز تكون معبر عن المسيح في حياتك تعبر الى النور فتكون معبر عن عمل المسيح في حياتك في كل شيء عندما نعبر للمسيح المسيح اللي فينا عندما نقبله يغيرنا تماما ويجب انه يكون هذا التغيير ظاهر وواضح في حياتك في قلبك لشخصك ومع الاخرين ايضا عايز اقول الكنيسة اقول اي حد عايز يسمينا عابرين مش عابرين من الحظيرة الاخرى ازا 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 ما تسمونا نحن اتباع يسوع المسيح ويسوع المسيح فقط نشهد لمجده المسيح وفقط اتمنى ان دي تكون شهادة كل واحد فينا اتمنى ان تعبيرك عن حبك للمسيح يكون نابع من تغيير المسيح لقلبك وافكارك ويكون التغيير تغيير كلي مش جزئي يعني كل شيء فينا ايوه هيكون على مراحل بس يجب انه يكون ظاهر من اول يوم اسألي نفسك اسأل نفسك انت حسيت بهذا التغيير انت حسيتي بهذا التغيير اللي حواليك حسوا بهذا التغيير ولا لا العابرين فين على فكرة العابرين في كل مكان العابرين في العالم العربي العربي والعالم الغربي العابرين في مصر والسعودية واليمن والامارات والبحرين والكويت العابرين موجودين في كل مكان مش عدد لكم البلاد كلها لان العابرين موجودين في كل بلد وليهم مكان وليهم خدمات وهم يقودون الكنيسة اليوم احنا موجودين في كل حد مش لا صلاح فينا او لانه الناس اللي من خلفها اسلامية فيهم حاجة مختلفة الحاجة الوحيدة المختلفة ان احنا عندنا اشتياق اننا نكون مع المسيح وذاك افضل جدا فاذا موتنا نموت للمسيح وانعيشنا نعيش للمسيح بس هما موجودين في كل مكان مشاكلنا بقى في كل مكان مشابهة متشابهة ومشابهة لكنيسة الجزائر هي هي نفس الحكاية اكي في مصر وفي المغرب وفي اليمن وفي كل حد الكنيسة تعاني ولازم نعرف انه هناك كنائس للعابرين تعيش صعوبات كتيرة لكن بتعيش حياة خصبة وحية مع الرب زي كنيسة ايران كنيسة ايران بتعيش تشهد للرب يسوع في داخل ايران عاملين زي يعني مش عارفة اقول ايه الطابور الخامس كده منتشرين في كل حتة تقبل المسيح البنت من دول تقبل المسيح وتبقى شهادة على طول في ساعتها تفتح كنائس بيتية على طول في ساعتها بيتولدوا في المسيح قبلين لانهم يأتوا باخرين ليه لان الكنيسة في ايران حط عانيها على المجد السماوي مش الاردي وانا بقول له كل عابر وعابرة النهاردة متبصش حواليك بص فوق بص فوق النهاردة ممكن يكون عندك وقت تكرز جوه بلدك استخدمه واحد من العابرين في مصر توصل معايا وهو بيقول ياريت يكون في حق للمواطنة للعابرين في كل أنحاء العالم واعتبرهم مسيحيين أصليين مش خارجين عن الدين أنا عايزة أرجع تاني لمثل كنيسة إيران الوطن بالنسبة لهم بعد معرفتهم المسيح أصبح وطن سماوي فإحنا نحب بلدنا ونصلي من أجلها لكن للمسيح وابني للمستقبل لكن من منظور الله نفتكر أنه أنت لستم من هذا العالم وما يحدث في حياتك وحياتي يثبت ليك أنه إحنا العالم ما بيقبلناش لأننا أبناء العليا ندعى الكنيسة الأولى لما شفنا في الكنيسة الأولى إزاي ابتدت هل في الكنيسة الأولى التلاميذ قعدوا يخططوا إزاي يقبلوا في بلادهم إزاي يعملوا قوانين علشان يكون ليهم حقوق في بلادهم إقروا أعمال الرسل اتنين أنا ما عنديش وقت يعني أقرأ ده لكن اللي حصل أنه بوترس وقف ورفع صوته يا أيها الرجال اليهود والساكنون في أرشاليم أجمعون يكون هذا معلوما عندكم وضغوا لكلامي وابتدى يتكلم عن المسيح وقف بشر ألاف من الناس عرفة المسيح التلاميذ أيضا ما بصوش للمؤمنين اللي حواليهم والجدد وقالوا إحنا المسيحين الأصليين ليه؟ لأنه كلهم كانوا جسد واحد كلهم كانوا خارجين عن الدين والمجتمع المتدين والمتشدد اضطهد الجميع زي ما بيحصل الكنيسة الكاتوليكية والكنيسة الأرتودكسية والكنائسة القديمة كلها تضطهد اضطهد شديد في العالم الإسلامي زي ما بيتضطهدونا بالضبط بس إحنا يعني أقوى شوية عشان إحنا مرتدين بس بس إنتوا برضو بتقتلوا برضو يعني إنتوا برضو بتوعانوا برضو فياكنيسة المسيحين اللي بيقولوا إحنا المسيحين الأصليين النهاردة الرسل ما قالوش كده الرسل قالوا إحنا الجسد واحد اضطهدوا وقتلوا وحوربوا وقال عنهم الكتاب إنهم فتنوا المسكونة للمسيح للمسيح بصلي إن الله يبكت قلوبنا جميعا النهاردة إن إحنا نفتن المسكونة للمسيح بدل من تخانق مين أحسن ومين القبل لما خرجوا خرجوا حاملين رسالة وكان ده هو الهدف بس من سيوش أرشاليم بدأوا بيها وكانت الرسالة هي أول وآخر أهدفهم دي الكنيسة الأولى وبيقول الكتاب وكان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون عارفين ده بيحصل فيه في إيران في الجزائر في مصر كنيسة لا تفكر في حق أو مكان عبادة بل حياة كارزة واحدة شفت شفت فيلم عن كنيسة إيران فواحدة بتقول كده لما تقابلت مع الستات اللي بيقودوا الكنيسة في إيران قالت اتهزت لأنها عرفت أنه الستات دول كانوا معا عايشين معا هي دي كنيسة الأيام الأخيرة عايز أقول لكم ببساطة يعني إيه كنيسة الكلمة دي مشتقة من كلمة إكليسية الكلمة اليونانية يعني تجمع أو جماعة أو المدعوين المدعوين هي دي الكنيسة مش الكنيسة كمبنى الكنيسة كمبنى ده تحوير للمعنى الحقيقي أنتم مختارين الرب أو جسد الرب هم دول اللي بيمثلوا الكنيسة زي ما بولس الرسول كده قال عن أكل وبرسكيلا والكنيسة التي في بيتهم اللي هم الجسد الرب الشعب اللي بيعلموهم اللي بتلمزوهم ومن هنا هقول ختامي بكلمة تشجيع وكلمة حق للكنيسة المضطهدة في الجزائر وغيرها في البلاد اللي اضطهاد واقع على الكنيسة فيها الاضطهاد واقع علينا كلنا هو اضطهاد للمسيح اللي فينا لأنه هو الهدف صلوا وخرجوا أنفسكم من المركز وتمركزوا حول المسيح وكونوا شهادا للمسيح لأن الخلاص يأتي لبلدكم وأهلكم بدم الحمل وكلمة شهادتهم كما يقول الكتاب فقط بدم الحمل وكلمة الشهادة اللي ربنا ادهالك والدهالي ما تخافش لأنه مش الكتاب بيقول لنا ما نخافش من اللي بيقتلوا الجسد ما نخافش ما نهومش سلطان علينا لا نهتم أنه دافع لا نهتم أن يكون لنا مراكز أو قوانين أو مقننين مش هنهتم الإغلاق مجال مباني بل هننتشر حتى نكرز باسمه في كل مكان كل واحد منكم وكل واحدة منكم بزرة كنيسة كل بيت هو كنيسة كل تجمع مركزه يسوع المسيح كنيسة وشهادة العدو هو الشيطان وهو من أراد أن يؤذينه ويسبب شر لكن كل الشر اللي بيحدث للعابرين والكنائس العابرين في العالم والمؤمنين في العالم عموما كل هذا الشر الرب يجعله خير كثير وحصاد لمجد اسمه بصلي من أجل أخواتنا المضطهدين اليوم بصلي من أجل كل امرأة بالتحديد مسكها الخوف ومش عارفة تكون شهادة للرب بسبب الخوف في اسم يسوع أنا أنتهى الروح الخوف اللي بتأتي على النساء بالذات لأنها روح شيطانية منصدرها الإسلام في اسم يسوع المسيح بقى أصلي بتحرير على أخواتي العابرات في اسم يسوع المسيح يحررك الرب من كل قيد يضع الشيطان عليك في اسم يسوع فتصبحي شهادة بالكلمة وبالحياة وبالكرازة في اسم يسوع عايز أقول كلمة أخيرة أنه كنائسنا مش أماكن عبادة فقط لأن مكان العبادة هو مكان ما بتتحرك في أي مكان أي مكان أنت فيه أنت بتتواصل وتتعبد مع المسيح اللي بيحيا فيك وإذا ما كنتش عايش كده توب وحيش كده في كل مكان أنت شهادة كنائسنا مش للعبادة كنائسنا للكرازة كنائسنا يجتمع فيها المؤمنين مع غير المؤمنين عشان يكونوا شهادة لهم ويكرزوا باسم المسيح مش المبنى ولكن في الشارع في العمل في كل مكان أصلي أن يستخدمكم الرب بقوة وحستكمل معاكم حلقات كثيرة في موضوع العبرين ارسلوا لي أسئلتكم وأنا في اسم يسوع هعمل جاهدة أني أرد عليها كلها في اسم يسوع أشكركم وإلى اللقاء